إذا كان العبد قد أخلص نيته لله سبحانه وتعالى فهل كما قال الصالحون يتولاه الله وملائكته نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبعد فلا شك أن الإنسان الذي يخلص فهذه علامة من علامات تولي الله له لأن كما ورد في الأثر الإخلاص سر من أسراري استودعته قلب من أحببت من عبادي فهي علامة من علامات التوفيق وإرادتك التوفيق من التوفيق أي إرادتك عندما تتوجه نيتك إلى التوفيق إلى عمل فيه توفيق كالإخلاص فهذا من توفيق الله تعالى لك فلا شك أن الإخلاص من علامات توفيق العبد وتولي الله له سبحانه وتعالى مولانا كيف نخلص لله هذه النية كيف يكون العمل لله كيف تكون النية لله وحضرتك وضحت لنا مبارح في حياتنا إذا يتحقق الإخلاص إننا يتساوى عملي أمام الناس وبعيدا عن الناس من راقبني ومن لم يراقبني يا دي هو ده السلوك هو ده الطريق المجهد العملية كيف أحقق الإخلاص هننظر نجد أول درجة أبدأ بيها العمل عملي نفسه شيء ظاهري تصفية العمل الدرجة الأعلى تصفية الحال القلب الأعلى تصفية الإخلاص نفسه شوف وصلتن إيه تصفية الإخلاص نفسه تصفية العمل إزاي عمل إما عبادة وإما معاملة العمل إما عبادة وإما معاملة والعمل أيضا هو حركة الظاهر أو الباطن الظاهر الجوارع الباطن حركة القلب كيف أصفي عملي من كل شائبة تشوبه وتقدح فيه وتحبطه اللي بيقضح في الإخلاص الرياء السمعة رؤية السمعة رؤية الناس من عمل كما قال الفضيل بن عياد من ترك العمل من أجل الناس أو ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص كما قال أن يعافيك الله منهما فإزاي أنا أصف عملي بأول درج أصف عملي بإيه برؤية المنة يعني رؤية المنة أن أرى أن هذا العمل إن كان حسنا فذلك فضل الله ومنه وكرمه عليه لأن في الحقيقة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين له أراد بك خيرا وهداك إلى هذا العمل ووفقك إليه ولولا أنه حمد كما حمدته ولولا أنه ذكر كما ذكرته ولولا أنه أقبل عليك ما أقبلت إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارد أقبل عليك بوارد الانتباه وارد اليقظة فتيقصت وأقبلت عليه أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن الأغيار ويحررك من رق الآثار أقبل عليك بوارد الإقبال فأخرجك وحررك من رؤية غير الله تعالى ومن اعتماد على غير الله تعالى وحررك من أن تكون رقيقا عبدا لآثار ولغير الله أخرجك من سجن وجودك من رؤية نفسك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك شان تعرف حقيقتك على الحقيقة إذن كل ذا فضل الله تعالى أن أقبل عليك ومن عليك فأول شيء أصف به العمل أنني أرى المن من الله تعالى كما قال ابن عطاء الله رضي الله عنه إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك خلق الفضل وخلق التوفيق وخلق التوجه إلى العمل الصالح هو الذي فعل ذلك ثم نسب إليك هذا لكي يكرمك ويثني عليك فإذن أول شيء أننا أرى المن من الله ولذلك مولانا الشيخ المرسي أبو العباس رضي الله عنه يقول أوقات العبد أربعة لخامسة لها قلناها قبل كده إما أن يكون في طاعة وإما في معصية يأما في نعنة يأما في بلية ولكل حق فإن كان في طاعة فحقها رؤية المنة شفوا المنة من الله إن دا فضل ربنا إن نوفقك فتكون من أهل إياك نستعين مش إياك نعبد بس طبعا عاوز الأجر لا لو لأنه أعانني ووفقني ولذلك هو في دعائه يقول اللهم لو لا عطاؤك لكنت من الهالكين ولولا قضاؤك لكنت من الفائزين وأنت أجل وأعظم وأعز وأكرم من أن تطاع إلا بإذنك ورضاك أو أن توصى إلا بحكمك وقضائك لولا عطاؤك لكنت من الهالكين ولولا قضاؤك لكنت من الفائزين وأنت أجل وأعظم وأعز وأكرم من أن تطاع إلا بإذنك ورضاك الله أو أن تعصى إلا بحكمك وقضائك إله ما أطعتك حتى رضيت ولا عصيتك حتى قضيت أطعتك والمنة لك علي رؤية المنة أطعتك والمنة لك علي وعصيتك والحجة لك علي العبودية بائه فبوجوب حجتك وانقطاع حجتي إلا ما رحمتني يعني يا رب بأن حجتك هي الواجبة وأن حجتي منقطعة فارحمني يا رب بمقتضى ذلك وبفقري إليك وغناك عني إلا ما كفيتني يا أرحم الراحمين اللهم إني لم آت الزنوب جرأة مني عليك أيوة ولا استخفافا بحق أيوة ولكن جر بذلك قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك ولا حول ولا قوة إلا بك والعذر إليك وأنت أرحم الراحمين فإذا رؤية المنة أول شيء عشان أصف عملي طب أنا نظرت الفوق فشفت المنة من أبص التحت بقى تاني حاجة في العمل لسه بصف العمل وده سلوك أبص العملي أنا أرى فيه من نقص أرى فيه من خلل ده عملي أنا ولولا أنني محل لهذا النقص ما جعلني الله أو ما كان هذا العمل ناقصا يبقى إينا في الحالة دي يبقى أبص إيه لعملي أنا قناقص أختش منه يبقى أبص العملي لا يبقى كيف أكتهد لكي أحسن هذا العمل كيف تكون تعطي أفضل من ذلك كيف تكون عباداتي أحسن من ذلك كيف يكون معاملاتي مع خلقي لا أفضل من ذلك أن أعامل الحق في صور الخلق وبعدين إذا كان بقى المنة بتشوفها من ربنا وتبص النفسك تعتقد تلاقيكين تناقص يبقى أنت نستني أجر على إيه يبقى تصفي عملك من طلب العوض ما تستناش أجر مش أنت عبد والعبد اللي ما بيعمل نستنى من سيده أجرة أبدا واللي هو مملوك له مملوك له يبقى تنظر على أن إيه ليس لك عوض وإنت وإنت إن سبحانه وتعالى تفضل عليك بالثواب فهذا بمحض الفضل بمحض الفضل منه سبحانه وتعالى ولكن أنت لا تستحق أجرا وإنما ذلك إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليه